السلام عليكم ازايكم? واهلا بكم في الفيديو التالت من السلسلة الجديدة اللي لسه بدقنها الاسبوع ده. اه بنقرأ اجزاء وبنقش اجزاء من كتاب اه اه لجون ماكسول. حسنا كل مرة هعدوه الاسم الكتاب ده لازم نلاقي اسم تاني ده السلسلة بدل ما نقرأ الاسم الطويل. اه بنتكلم عن وخصائص الليدر علشان ينفع تعمل من نفسك ليدر مش لازم تبقى مولود وجاهز بموهبة فهنقض نناقش في الكلام ده اه حتة حتة ونعمل الفيديوهات بصائرة كده ونتكلم فيها. الفيديو اللي فات كان عن موضوع وكنت بقول لكم ان هو موضوع مش بيبقى دايما سهل لشرحه لانه آآ مالوش مسكة قوي ما هياش مهارة ما هياش حاجة معانة واضحة وقلت لكم بسرعة انه معدنك الخامة اللي هيتعامل منها قبل ما قبل ما نزوق ونفص وننحت الليدر وتنحت من نفسك الليدر انت عايز تكونه الخامة نفسها معدنك اللي بيبان ايه في الشدائد دي. وارجعوا بقى للفيديو مباري هتكلم له كتير قوي في موضوع الايه الكاركتر. النهاردة موضوع تاني برضو بيبقى صعب وصفه لكن هو عن موضوع الكارزمة. الكارزمة. اه انا شخصيا مش لاقي ترجمة واضحة مباشرة حرفية لكلمة الكارزمة من الانجليزي للعربي. وحنا حتى بقى نمتستخدم كلمة كارزمة. وتيجي تبص تلاقي تسأل بقى هو يعني ايه كارزمة? ممكن يبقى فيها اجابات كتير. وافضل ان انتم ممكن تقولولي اه الافكار بتاعتكم القراءة بتاعتكم برضو ايه في الكومنت. هو يعني ايه كارزمة? اه جون ماكسويل اه بيقول ببساطة ان الكارزمة ببساطة جدا في ابسط صورها بشكل مفرغ من كل الكلام الكبير. ان انت تجتذب الناس لك. واعتقد اه ان احنا لو فكرنا في موضوع الكارزمة هنلاقي اولا ان هو مهم جدا للليدرشيب. اه الكارزمة ما هيش اه اعتقد ما هيش الانبهار. اه ما هيش حاجة مبهرجة بتشد عينك عالفاضي. اه ما هيش اه 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 المجرد زي ما نقولنا كده ايه حاجة اللمعان بتاع الشيء اللي بيخليك عايزة تروح بتتفرج عليه وخلاص زي مسلا اما تتفرج على حد من المشاهير ممثلين او او كزا. اه لان انا بعتقد الناس بتتكلم على حد يقولك مسلا اللاعب كورة ممثل ممثل عندهم كارزمة بعد ما بتتفرج عليهم والاكتر من كده كمان بعد ما بتسمعهم بيتكلموا. مش مجرد الادوار اللي قاموا بيها او اللبس اللي ملبوس والفاشن اللي مش عارف عامل ازاي والاكسسوارات والحاجة اللي هي من برة اه اه مبهرجة وخلاص. فهو فيه الكارزمة حيطة انك تشد الناس بس مش نفس الحاجة زي الانبهار. اه الشخص اللي انت بتحس ان عنده كارزمة بتحس ان انت كأنه ماجنتيك انه هو مغناطيس. انت عاوز تقعد معاه. اه عاوز تبقى حاضر معاها وهي بتتكلم. وهي موجودة. بيبقى كأنه الكارزمة دي كانها ايه? كانها مغناطيس. اه وازاي بقى نبقى ننمي دي حاجة عندنا. هينفع تتعمل? اه برضو ينفع تتعمل. ما بين الفيديو ده و الفيديو الجاي غالبا هنتكلم عن الكارزمة اكتر. النهاردة عايز اقول حاجة واحدة سريعة اللي كان جون ماكسول بتكلم عليها هنا هي انه اكتر حاجة بتفرق في موضوع الكارزمة هي تهتم اكتر. يبقى اهتمامك اكتر بان الناس تنبسط من نفسها عن انك عن ان انت عايزهم ينبسطوا منك. يبقى باختصار اللي عايزين نقوله النهاردة في الفيديو القصير ده عن الموضوع بتاع الكارزمة في مغناطيس يشد الناس ليك. المغناطيس ده ما بيشتغلش بانك تقول لهم بصوا علي انا جامد بصوا على حلاوتي اتفرجوا على شغلي انا حلوة قوي انا جميل. لا هي اكتر اللي بيفرق في الكارزمة اكتر هو لما الناس بتنبسط من نفسها في وجودها حواليك او حواليكي. المرة جاية بقى هنتكلم في حاجات زي ازاي ان الشخص كلما بيكون متفائل فالناس بتحس بالتفاؤل في وجودها. الشخص لما بيشوف في الناس الامكانيات الكويسة بيفرحوا هم بنفسهم فبيحبوا يعودوا معاك. الناس بتفرح بنفسي وبنبسط من نفسي او برتاح عشان بقى بقدرت عبرت حاجات كتير قوي ممكن تتعمل بس كلها جاية في الايه في التويست ده. الكارزمة مفتاحة ان الناس بترتاح او بتتبسط من نفسها وهم حواليك او حواليكي. فانت بالتالي اهتمامك هو ان مش في ان يشوفوا حلوتك اهتمامك ان هم ما يشوفوا حلوتهم. وينبسطوا من نفسهم. ده بسرعة كده فكرة عن موضوع الكارزمة. والمرة جاي نتكلم على تفاصيل اكتر في حاجات ممكن تعملها او تعمليها. تفرق في زيادة الكارزمة بتاعتك عند الناس. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.